قالت الرئاسة الكوبية إن الانفجار الذي وقع بأحد فنادقها شهير وسط العاصمة هابانا أدى لمقتل ثمانية عشر شخصا حتى الآن من بينهم امرأة حامل وطفل وأشارت الرئاسة الكوبية إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن تسرب للغاز وقد ألحق أضرارا كبيرة بواجهة الفندق الذي يصنف ضمن فئة خمس نجوم